وزارة الشؤون الاجتماعية تعد من أهم المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية لكل مواطن بحاجة لها لمكافحة الفقر في المجتمع الفلسطيني غير أن هناك من المستفيدين رأى بأن الخدمات لا تفي بالحد الأدنى من متطلباتهم من نسبة الشؤون الاجتماعية كوزارة كموظفين يعني هذا في عمل تقصير شوية من قبل الموظفين بيقوموا بعمل ذات بيندانية لكنهم غير كافي بكتفوا بس في المجلس القروي خصوص الجمعيات مثلا جمعيات حتى المخيمات يعني شوية محملة شوية متروكة يعني أنتو الشؤون الاجتماعية أكثر التي تهتم في الجمعيات اللي هي تكون كبيرة ما بتهتم بالجمعيات الصغيرة نسبة عجزة 100% تقريبا قلت أنا حالتي نسبة 100% كنت فعالية عاد 3 سنين أو بعد أسنين خلاصت جيت بعد 3 شهر في الدار ويجيت للدار لسكر مفك قلت أنا حالة صعبة للتوجيهي بعد طلع الجامعة بعد صعبة عليها حالة كثير أستطيع تفتح لي إياه أفضل عشان أكون طلبي للجامعة والتوجيهي عشان بي بداش لحق علينا أنا أربعة أخي واحد الجامعة بعد ذلك لأنا نسبة عجزة 100% عادة سأبي بداش لحق علي الاتحاد العام للمعاقين مؤسسة رأت أهمية الاعتناء بالمعاق ذاته من قبل الشؤون الاجتماعية وليس الاكتفاء بوضع العائلة فقط في إلي تحفظ بسيط على شغل الشؤون الاجتماعية عندي في محافظة نابلس ما يقارب أربعة ألف وخمسمائة عضو في الاتحاد أنا باعتقادي أنه أي إنسان عنده إعاقة عنده متطلبات حياة إضافية عنده مصاريف عنده مسؤوليات أكتر من أي إنسان ما عندهش إعاقة من ضمن الأربعة ألف وخمسمائة شخص هذول يعني لا يتجاوز 10% من هذول الأشخاص مسجلين ضمن برنامج الشؤون الاجتماعية في المساعدات أم محمد بثال للمستفيدين من الخدمات القليلة التي يقدمها الشؤون لأبنائها الثلاثة ذوي الإعاقات فما يتقاضونه لا يكفي علاجا لأبنائها أنا إلي قضية عندهم وعندي ثلاثة معاقين وعندي البنتين والولد معاقين والولد ما عنديش غيره وما عنديش معين غير رب العالمين زوجي عمره 67 سنة وعامل فأنا كنا ناخد من الشؤون الاجتماعية ألف شاكل فنزلونا إياه لستمائة شاكل طبعاً الستمائة شاكل مش رح يكفل لثلاثة معاقين مع رب أسره عامل فصرنا مناخل كل ثلاثة شهور والرابع بيعطونا إياه لا يختلف الحال عند عائلة الكوني التي تفاجأت بفصلها من خدمات الشؤون لأبنائها الأربعة ذوي الإعاقات البصرية قضيتي مع الشؤون أنا كنت حالة اجتماعية في الشؤون الاجتماعية فوجئت بأول سنة أنهم فصلوني من الشؤون ما كنتش أعرف إيش السبب يعني الفصل فلما راجعت يعني وسألت هما بقولوا لي قال عشان يعني اشتريت شاء أنا كان عندي ولد سجين وكنت أحوش له يعني إرشين تعرف السجين لما بدي يخرج بدي يلاقي له إرش أنا برحط على الشؤون يعني عشان قدم رفضوني يعني يعني ما رفضوني يعني ما رفضوني الخدمات الاجتماعية حق معترف به للمواطن الذي في بعض الحالات لم يجد رغم تظلمه أي مساعدة تذكر أنا في أي مساعدة عادة في أبو خيات وأهداف تضع وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية حقوق المواطن ويضمن له حياة كريمة لكن المواطن هنا تبقى له مطالب يرى أن بعضا منها ويزال مؤجلا إلى أجل غير مسمى وكل أمله حياة أفضل ببرنامج مساء الخارينة في سحنان جود تلفزيون بنراوة